اهلي الرسمية لو جهقوا معانا المدير التنفيذي للنادي الاهلي فين الخطاب انزار على الدموحضر ولا مش عارف حجز النادي الاهلي وارصدات النادي ايه رأي حضراتكم ملعونة الانتخابات اللي تخليني اقول على نادية كده او بقاعد واستلعضها اقول كده ملعونة والله العظيم ملعونة والمفروض لما الاهلي يبقى في وضع زي ده تكاتف ايد واحدة ونبقى ضد ده ونحله مع بعض ولو اللي بره قبل اللي جوه حلو نقول شابول اللي بره ساعدت ناديك وقفت جنبه وكنا ايد واحدة ده الاصول يا ولاد الاصول ولا انا بتكلم كمان كلام غلط اللي وقع شرين شامس قالك حد في النادي سمعت كلام كتير عن اتهام واقحام اسمه موظفيين عمال النادي الاهلي كنت اتمنى اللي انا اقول اسمها بس مش هقول دلوقتي انا شوفت حد مش ديس لوقياتنا خصوصا في احد فروع النادي الاهلي الجديدة وقال كلام غريب وعجيب واهانة جمدة جدا وانا هنا ما بنقلش بقى السوشال ميديا لان فيه ناس في منتهى التخلف ممكن يقول جملة صعبة جدا فانفعش اللي انا اجيبه واقول لك بص او اعمل بلبلة على واحد ممكن يكون فقد عقله يعني ده تعبير ادق اللي هو بيكتب حاجات ما بنعملش المدرسة دي عشان امور تبقى هادية وبسيطة نحط الامور في وضعات طبيعة لكن كل واحد مسئول يخلي باله كل واحد مسئول يخلي باله من اهانة الكبار هنا وهنا كل واحد مسئول يخلي باله على نفسه من الكلام اللي بيقوله خصوصا لانت تبقى ماسك حاجة جوا النادي واكل عيشك جوا النادي ده مهم جدا جدا لان التاريخ صدقوني ما بيرحمش واحنا في عصر اللي بقى من حاجة بتبقى معروفة ومنتشرة للناس كلها محذرنا اكتر من مرة لان لو هيكلفنا اللي البرنامج ده وقاش موجود خالص تز في اكتر من كده بدون خوف مصلحة الاهلي اهم بس عشان كده اللي واحد بيشوفه ده صعب قوي واللي هو شوين شامس قال جملة جميلة قالك بصوا الكبار لما حصل اختلاف بس في النادي ومن وجهة نظري بسيط وشهادة حقه اقولها كانت رائع والفيديوهات موجودة عشان متروش اللي انا منحز للطرف لما المانسى حمود طار مسك الميكروفون وقال بنرحب بقيمة محمود الخطيب هنا وهنا لكل سقف وده كان كلام محترم يقفل اي كلام اتقال انا بتكلم اللي احنا شفناه فعجبني الحملة بتاع تكابت المحمود الخطيب جدا جدا وانا شاهد المسؤولين هنا قبل المسؤولين عند المانسى محمود طار راح اللي هو عشرين شامس وحصل اتفاق عشان يبقى فيه نظام ميبقاش فيه تضارب في المواعيد فالتحرك كان سريع من هنا سواء في الندوات اللي حصلت في الجزيرة او مدينة نصر او في الشيخ زي ده كلام محترم وهو ده الاهلي اللي احنا نعرف وهو ده النظام وهو ده الاندباط الحملة هنا عملت ده شفت بعيني شفت بعيني من غير ما اقول اسماء لان انا اعرفهم كلهم 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 بالاسم ففيه امور كتير اتكلمت فيها لكن حقف عند حاجة اخيرة قبل ما نروح لمية سنة اهلي وعايز كل حضراتكم تسمعوني في اللي انا حقوله وتبقوا شاهد معايا وتشوفوا اللي انا حقوله دلوقتي هل انا صادق او بكلمكو في تاريخ الاهلي الجد او بكلمكو وبكدب او بكلمكو وبغيب وعي المشاهد وخصوصا الرأي الاهلاوي وبكلمكو في الاصول ولا بكدب بكلمكو في الاصول ولا بنافق بكلمكو في الاصول واللي احنا تعلمناه ولا جاي اضحك عليكم عشان منحاز لطرف على حساب طرف ادخل في الموضوع فوجئت بعد حلقة من 4-5 ايام حد بعيتلي فيديوهات للأستاذ حامد عز الدين وقدروا واحترموا كان بيجي معايا ضيف وهو يعلم شاهدته في حقنا كتعاملة ازاي وكان بيجي يقول لي فريق عملي ايه عن برنامج الكرة والجماهير وعن شخصنا ممكن بعد الكلام ده يتغير الله اعلم لكن حقول حاجة شوفوا كلامنا مزبوط ولا غلط ولا السوابت هو اللي انا حقوله ولا هبت الاهلي هو اللي انا حقوله ولا الكلام اللي انتو سمعتوه اللي ما سمعوش في الحال الراجل تلع قالك انا مع الكابتف محمود الخطيف حاجة محترمة جدا وهو ده اللي انا بقوله محترم وهو ده براع ليه عشان رفع ايده هو ده الكلام والله العظيم ده الصح عمل ده بس عمل حاجة تانية غريبة انا اعترض على دي لاننا كنت بناقش الموضوع ده من سنتين وديت مثل بشخصية عظيمة هقولها دلوقتي قولولي ادخل في الموضوع اكتر هدخل في الموضوع اكتر هبت الاهلي مش موجودة الاهلي حيرجع ده وانا موجود كان عمل تطوع يبدون فلوس فابتدى يحكي سيناريوهات جزء منها حصل او ما حصلش من شغلتي ده انا اكلمت الموهنس حمود وروحنا عادنا عملنا اجتماع وروحنا مسك وبعد ما عادنا من مسكة رحنا عملنا مش عافق مع موظفين لا بالتالي لقينا بريزنتيشن فبريزنتيشن عادنا معاها وبعد ما عادنا معاها رحنا جاله استاذ عماد وحيد عملنا لجنة لجنة الاهلي كان ليه ساهم زهب يابل كده انا المقصود من الكلام ده ايه تفاصيل تفاصيل والاهلي الاهلي بسوابتوا اللي انا عرفها اقول انا مساند وداعم وبتاع الله يفتح عليكم وانا موافق على ده لكن الاهلي الكواليس اللي في النص جوه الغرفة يا فاندم الكواليس واللي انا قعدنا وجاتي لفونات فابتدلنا نقعد الكواليس دي حضرتك جوه الغرفة واحد ديكم مثال عشان تعرفوا كلامنا صحة ولا غلط انا مش عايز ادخل في تفاصيل اكتر من كده لان احنا الاتنين بنحترم بعض جدا جدا هو كاتب صحفي وانا لعب على قد البستة شيرت النادي الاهلي كنت كابتنه في يوم الايام ومن الكابات اللي تحطوا اساميهم كده في المقاوية وهو اكيد من ذاكر كتاب المقاوية عشان انا ولا مقصود هجوم ولا مقصود اي حاجة وليه مني كل الاحترام والتقدير لكن انا بتكلم على فكرة لما انا بقى موجود وفي غرفة مغلقة فالكلام ده يبقى في الغرفة المغلقة اللي حصل واتصلنا وجالي وبعد كده اخدنا قرار ومش عارف ايه وقال لي ايه وقلنا ايه هو كده مين اللي بيقول البرا الاهلي مش انتوا كنتوا بتتهموا اللي حاجات بتطلع هو كده دلوقتي بقت حلوة عشان سلبيات او مستلبية بالمناسبة الكلام اللي قاله ما فيهوش حاجة لكن فكرة الاهلي هي دي الحاجات اللي بتخرج الاهلي من جلده هي دي الحاجات اللي بتخرج اللي احنا تعلمناها هي دي السوابت اللي بتتغير هي دي السوابت بمعدة اللي قال لي واتصل بيا وروحنا وعادنا اجتماع وخرجنا من الفندق وروحنا مع وزارة الاستثار واتحركنا قعدنا معفزيز انت ايه تفاصيل دي تبقى جوه البيت جوه البيت عشان انا مسئول عشان انا معايا اسرار وعايزين انتعرفوا والخصلكوا الكلام ده مرة تانية انا بحترمه جدا وشخصية مصقفة جدا وكان ديف معايا اكتر من مرة لكن انا بتكلم على تفصيلة اهلوية حافظها ومعاشرها بالنسبة الموضوع انا بتكلم فيه ياسين منصور الشخصية الرائعة المهندس ياسين منصور انا اسف لان الاهلي معلمناش اللي انا اقول الاسم واعتزله على الهوى المهندس ياسين منصور الراجل خدم الاهلي وعمرنا ما سمعنا دفع ايه للاعبين او صفقات او خدم الاهلي في ايه او طور ايه او المساهمة في ايه ياسين منصور اهلاوي المهندس ياسين منصور اهلاوي بيحب الاهلي من أسرة كبيرة في الدولة المصرية عنده مشاريع كبيرة مشاريع أو مش مشروع مشاريع ضخمة وكبيرة دخل النادي الأهلي خدم النادي الأهلي عرق جوه النادي الأهلي حافظ على الأهلي لو جبتولي مكلمة واحدة للرائع المحترم المهندس ياسيم منصور أكيد شاف سلبيات أكيد شاف إيجابيات لو لقتوه هو وغيره بالمناسبة هو وغيره كتير بس أنا بديكم نموذج شفت قدام عيني ساهمت دقيه تعبت دقيه عملت بحب بإخلاص بدون ما يقول أنا عملت وسويت في زمن اللي بيدفع عشرة جنيه بيطلع يبهدن واللي بيدفع خمسة جنيه بيطلع يبهدن لكن الراجل دفع كتير من مجهوده قبل أي حاجة دفع كتير من وقته قبل أي حاجة دفع كتير مديا لكن عمري ما شفت المحترم المهندس ياسيم منصور تلع الجملة سلبية أو إيجابية انسحب في هدوء وبيحب الأهلي في هدوء وبيحترم الأهلي في هدوء ولو جبته مكلمة واحدة لياسيم منصور أو المهندس ياسيم منصور اللي كان موجود في النادي الأهلي مش هتشوفونا تاني نكلمكم في أي حاجة مش هتشوفونا تاني أممكن نمشي خالص لأن هي دي الأصول ودي تصرفات ولا دي الأصول لما أبقى في مكان عارف أسراره عارف سلبياته عارف إيجابياته لما أحب أختلف جوه البيت زي ما الله يرحمه ثابت البطل قال لنا لكن مش أطلع أدخل الناس في تفاصيل يمين وشمال عشان أسوق من ناس وارفع ناس ده بالنسبة لنا بيبقى غير مقبول وهو ده الأصول وأعتقد اللي الأهلوية الأدام وغير الأدام واللي بيحبوا الأهلي ما يختلفوش على الكلام ده ما يختلفوش على شخصية اللي أنا بتكلم عليها سمعتوك اتكلم قال سر يا رجل ده فيه ناس بتشتغل ست وسبعة وتمن وتسعة وعشر شهور بتطلع تحسسنا اللي هي وكسرت الدنيا جوه النادي الأهل ويطلع أسرار تتقال وكلام يتقال وفي الآخر يطلع يكلمونا بعد ست شهور أو سبعة شهور أو سنة أو سنتين يقول لك هبت الأهلي مفقودة سوابت النادي الأهلي الأهلي راجع على فكرة الأهلي موجود في تلاتة العنوان بتاعه تلاتة يا جماعة تلاتة شارع الجزيرة مش موجود في تل أبيب الأهلي زي ما هو موجود أصواره موجودة أعضاؤه موجودين وطول ما فيه جماهيره وطول ما فيه جماهيره وطول ما فيه أعضاءه المحترمين تخافوش على الأهلي ولا ببرنامج ولا بيا ولا بغير لأن الأهلي ملايين بيعشاؤه يقدروا يدفعوا عنه ولا برنامج ولا غير برنامج هي دي الحقيقة فالأهلي موجود في تلاتة شارع صالح سليم وموجود في الشيخ زايد وموجود في مدينة نصر وموجود اللوجو بتاعه على كل العربيات وفي قلوبنا وموجود وموجود قريب إن شاء الله في التجمع الخامس وموجود جوا بيتنا وموجود جوا كل بيت أهلاوي فتيجي النهاردة تقول لي هبت الأهلي اللي أمسك لساني لما أظهر في أي حتة هبت الأهلي اللي ما طلعش أسرار وأنا موجود جوا البيت هبت الأهلي وسوابته بصوا ليسين منصور اللي كان موجود عمل كل حاجة وعمره مع عمل مدخل اطلع يا ابني فاصل وبعدها ميت سانة أهلي نشوف معنا منه